موسيح فالوداعة ليست ضعفا فمثلا موسى كان وديع والمسيح كان وديع طبعا لما نتكلم عن الموسى أو المسيح اتنين وصفوا بالوداعة فمثلا موسى دعاه الله فشعر بعدم استحقاقه ايضا مكتوب عن موسى في حادس لما اخوه هرون ومريم اذمروا عليه والرب ضرب مريم في البرس مع كل هذا كان بيصل بيتوسل الى الله انه يشفي اخته مريم فالكتاب يقول عن موسى اما الرجل موسى فكان حليما جدا اكثر من جميع الناس الذين على وجه الارض وهكذا يسوع المسيح قوله الشهير في هذه المنطقة في منطقة كفر نحوم تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم فاذا منشوف انه الوداعه تحت السيطرة نوع من ضبط النفس وهي تعبير عن القوة الداخلية في حياة الانسان النبوة التي قيلت عن يسوع المسيح في زكريا تسعة تسعة اللي بتستخدم كثيرا في احد الشعنين عن يسوع وديع ومتواضع لما دخل طبعا أورشاليم ترجمة نانسي قنقر